خليني أدور الأول على مصطلح إعادة الإعمار هل ده مصطلح يعني خلاص يعني تم سكه دولياً أممياً هلو مفهوم واحد ووحيد لا لا مفهيم أخرى حوله طبعاً إعادة الإعمار دايماً بتيجي بعد زي الحلقة تفضلت قلت بعد أي سراعات بعد الترابات في أي منطقة لابد من إعادة إعمار لهذا المركات إعادة الإعمار كانت يعني مفهومها الأول إنه إعادة إعمار بنية تحتية ومشروعات وعمارات وطرق وكباب وكلام ده لا إعادة الإعمار أنه هذا أصبحت تمتد لخدمات صحية وخدمات تعليمية إعادة إعمار علاقة هذا الوطن أو هذه الدولة بالمجتمع الدولي إعادة إعمار وعلاقات هذه الدولة بالطواقف السياسية والطواقف الاقتصادية الموجودة داخل هذا الوطن طبعاً لأنه دايماً الصراع في داخل أي منطقة أو داخل أي دولة يما الصراع كان داخلي من طواقف داخلي عندها أو صراع ما بينها وما بين قوة إقليمية أو قوة دولية أخرى موجودة وبيتم الصراعات عليه بعد أن هذا الصراع لابد من إعادة الإعمار وإعادة الإعمار ده فكرة يعني هي ليست جديدة هي فكرة قديمة لكن إعادة الإعمار النهار ده بنتحدث عنها أنه معظم الدول اللي حصل فيها التربز إلى دول عربية سوريا، العراء، لبنان، اليمن، ليبيا وأيضا بعض الدول الإفريقية كان هناك حديث عن إعادة إعمار هذه الدول وأيضا أنه القوى السياسية والقوى الدولية والإقليمية كانت بتسعى أنها كلها تتقاصم الكعكة أو الطوطة بتاعة الإعادة أو مكاسب الاقتصادية والسياسية من إعادة هذا الإعمار خلينا نكال على المكاسب والدول والمتدقلة في مبعات إعادة الإعمار لكن خليني هسا عن تجارب التي جرت يعني إحنا بعد حرب العالمية التانية عندنا أكيد تجارب عادة إعمار لألمانيا، لفرنسا، لأمانترا إيه أشهر هذه التجارب وإيه الاستخلاصات اللي خرج منها العلوم السياسية من جراء فكرة إعادة الإعمار بعد الحرب العالمية التانية يمكن في 1947 كان فيه الوزير الخزانة الإعماركي جورج مرشال اللي هو أعلن عن مشروع مرشال لإعادة الإعمار وده كان هذا المشروع كان هدفه الأساسي حكتين طبعا فيه هدف اقتصادي واضح أنه والله دولة أمريكية دولة قوية هي تعطبة الدولة يعني التي الكاسبة من هذه الحرب وأن هي أقل خسائة فتبدأ تدعم الدول الأوروبية بشكل كبير وبدأت تعمل مشروعة أنه يتم اعتماد 13 مليار دولار أمريكي لتمويل الدول المنقوبة في الدول الأوروبية بس طبعا التمويل كان بيتم وفقا للهوى أو وفقا لمن كان معا بالضبط مش هيروه يعمل إعادة أعمال لروسيا يعني بالضبط وأيضا مش هيروه يعمل إعادة أعمال مثلا لألمانيا الشوكية نفس الكلام لكن كان الهدف الأساسي أنه كان مرشال كان وجد أو الدولة الأمريكية وجدت فيه أنه هناك هيمنة سوفيتية أي من الاتحاد السوفيتية للفقراء وانتشار الفكر الاشتراكي داخل هذه الدول فكان عادي يغير هذه المفاهمة ويعيد هذا الإعمار فهذا كانت أشهر حاجة تم اعتماد هذه الخطة في 1948 ترومان غالبا كان رئيس الولايات المتحدة الأمريكية أنزاد وهو اعتمادها وبدأت تتعامل لمدة أربع سنوات اللافت للنظر أن الدول التي حصلت على إعادة الإعمار أو التمويل والدعم والمعونة من الولايات المتحدة الأمريكية نهضت حقاقة نمو اقتصاد اعتوام من سنة 52 بعد ربع سنوات أكثر مما كانت تحققه من قبل شعلا؟ عملت النقلة كبيرة عملت نقلة كبيرة الدول نفسها لكن نص هذا المبلغ طبعا 13 مليار دولار ده بوقتها يوازي النهار ده بعد التضخم بعد الزيادة بعد انخفاض القوة الشرائية للعمليات وكلام ده يوازي بما يقوم من 300 إلى 350 مليار دولار يعني 13 دول نهار رقم كبير قوي بعد شركات أمريكية استفادت منه؟